أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إداراته تصنف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي لأنه منخريط في العمليات الإرهابية وليس فقط راعيا لها وكشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب هو الذي اتخذ المبادرة في هذا التصنيف وأنه كان دائما على قناعة بضرورة توجيه الاتهام المباشر للحرس الثوري بممارسة الإرهاب دماء ستمائة وثلاثة جنود أمريكيين قتلهم النظام الإيراني طلت خطأ النظام والحرس الثوري بمعنى عام وعدد وزير الخارجية سلسلة من الهجمات الإرهابية التي قام بها الحرس الثوري أو رعاها من بيروت إلى الخبار إلى أوروبا والعراق واعتبر أن الحرس الثوري أصبح الآن في خانة حزب الله وحماس والتنظمات التي يرعاها ثم وجه وزير الخارجية الأمريكي تحذيرات إلى المصارف وكل من يدعم الحرس الثوري فيما شدد المسؤول على المنف إيران في الخارجية الأمريكية على ضرورة مواجهة الحرس الثوري لا يمكن للشرق العوسط أن ينعم باستقرار أكثر وأمن من دون إضعاف الحرس الثوري الإيراني تصنيف الحرس الثوري خطوة غير مسبوقة فهو قطاع حكومي رسبي إيراني وقد ناقشت ذلك الإدارة الأمريكية مرات عديدة لكنها تراجعت عنه إلى أن قرر ترامب المضي فيه لممارسة أقصى الضغوط على إيران أما تهديدات الإيرانيين ردا على هذه الخطة فلم تمنع ترامب من اتخاذ قراره في قضية المخاطر تبدو الإدارة وكأنها ترحب بالمخاطر وسياسة الضغط تدعو إلى المخاطر وإبلاغ إيران أنه في حال وقوع أي مواجهة ستخسر إيران وبالتالي تتراجع عن المواجهة سيقدم الجمهوريون تأييدهم لخطوة الرئيس ترامب فيما يؤيدها بعض الديمقراطيين لكن الرئيس الأمريكي سيتابع تصعيده ضد إيران في رغم الحديث واشطن ترجمة نانسي قنقر